لكن خلال الساعات الماضية كان فيه أحداث كثيرة متلاحقة ومتسارعة في هذه المتاقة في المتاقة الشرق الأوسط يمكن قبل ساعات قتل أكتر من مائة شخص في انفجارين وقعوا بفارق دقائق في جنوب إيران استهدف الانفجاران حشود من الإيرانيين كانوا بيحيوا الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق في ضربة أمريكية بداية عام 2020 أشارت وكالة تسليم الإيرانية إلى أن حقيبتين مفخختين تم تفجيرهما بجهاز التحكم عن بعد تسببوا فيه الانفجارين وقالت هيئة الإذاعة وتلفزيون الإيرانية أن أكثر من 188 شخص آخرين أصيبوا عندما استهدف الانفجار موكب القرب من مسجد في مدينة كارمان الجنوبية وأظهرت اللقطات بثها تلفزيون الرسمي مئات الأشخاص بيتجمعون على المشارف الشرقية لمدينة كارمان أعلنت إيران يوم حداد عام غدا الخميس وفقا لوكالة أمباء فارس الإيرانية الرسمية من جانبه قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه لا شك أن مخططي ومنفذي هذا العمل الجبان سيتم قريبا أتعرف عليهم وسيتم معاقبتهم على فعلتهم الشميعة من قبل القوات الأمنية أيضا صرح وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن ما حدث اليوم جاء على امتداد المؤامرات التي لا طالما سعى إليها الأعداء وأكيدا أن هذا الإجراء الإرهابي سيلاقي ردا صارما ومدمرا من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية لإيران في أقرب وقت ترجمة نانسي قنقر